بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ومرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا ورزقنا علما ينفعنا وزدنا علما وجعله لنا حجة ياد الجلال والإكرام نرحب جميع الطلاب والطالبات في صف ثالث المتوسط بمدارس تحفيظ القرآن الكريم ونسأل الله عز وجل لنا ولهم التوفيق والسداد وقبل أن نبدأ بدرسنا اليوم على تطبيق شامل على التفخيم والترقيق أخذنا في الدروس الماضية الحروف المفخمة ومراتبها وكذلك الحروف توخم تارة وترق تارة وأخذنا كأمثلة عليها وكذلك مراتب التفخيم وقلنا المراتب الثلاثة أو المراتب الأربعة وذكرناها وذكرنا على كل مرتبة مثال وكذلك أخذنا في ترقيق تفخم تارة حروف تفخم تارة وترق تارة الألف واللام والراع وجواز الراع من وجهين التفخيم والترقيق واليوم نأخذ تطبيق شامل على التفخيم والترقيق فنقول بمستعلم بالله توقع في هداف الدرس يتوقع بعد نهاية الدرس إن شاء الله يعدد الطالب الحروف الفخمة والحروف المرققة وكذلك يقارم بين الحروف الهجامة من الحيث التفخيم والترقيق وكذلك يطبق تطبيق عملية على التفخيم والترقيق عند التلاوة نأتي بعد ذلك إلى أن نقول هنا تطبيق شامل هنا الحروف الهجائية من حيث التفخيم والترقيق لو أخذنا هنا حروء الحروف الهجائية الهجائية من حيث التفخيم حروف تفخم دائما أخذناها في الدرس الماضي من يعرف؟ أحسنتم خصة 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 ضغط قض هذا حروف تفخم دائما خصة ضغط قض حروف تفخم أحيانا وترقى أحيانا من يعرفها؟ أحسنتم يعرف هنا الألف واللام وكذلك حرف الثالث من يعرف؟ أحسنتم الراء الألف 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 واللام والراء هنا تفخم أحيانا وترقى أحيانا على حسب عنا وكذلك هنا حروف تفخم أو ترقى دائما بعد ما عرفنا حروف تفخم دائما هنا نأتي إلى حروف ترقى دائما وهي حروف من يعرف؟ عدى كل حروف الهجائية ما عدى خصة ضغط أن قضي حروف السبعة هذه والألف واللام والراء نقول حروف الاستفال حروف الاستفال حروف حروف الاستفال كيف الاستفال هنا؟ حروف حروف الاستفال الاستفال هنا الاستفال حروف الاستفال وحروف الاستفال هنا ضد الاستعلاء الاستعلاء هي حروف التفخيم خصة ضغط انقض والاستفال هي حروف هي يعني الباقي من حروف الهجاء لأنها لها الحروف التي أو الصفات التي ضد التي لها ضد حروف الاستعلاء ضدها الاستفال وباقي من حروف الهجاء من خصة هنا الاستفال وهي حروف مرققة من الحمزة وكذلك الحاء سيأتي معنا إن شاء الله في دروس قادمة معرفة الاستفال وتعرف الاستفال وتعرف والاستعلاء عنده إن شاء الله في حينه نعتبع ذلك إلى حروف تفخم دائما لها مراتب أخذنا في الدرس الماضي أن كم مرتبة هنا المرتبة الأولى والثانية والثالثة هناك وهناك مرتبة رائع من يعرف هل المرتبة ثلاثة ولا أربعة هنا ذكر هنا ثلاثة ذكرنا لو فصلناها هنا أصبحت مرتبة أربعة المرتبة الأولى المفتوح المفتوح مفتوح وليس مفتوح وبعده ألف المفتوح المفتوح وبعده ألف المفتوح وليس بعده ألف المفتوح المفتوح وليس بعده بعده ألف ها مفتوح كذلك مرتبة الرابعة المرتبة الثالثة المضموم المضموم من يعرف الرابعة هنا المكسور المكسور مكسور هنا المراتب ثلاثة هي برة جمع هالثلاثة لكن هنا لو فصلناها هنا أربعة وهذه مراتب أو مراتب التفخيم أو حرق وتفخم دائما لها مراتب المفتوح بعده ألف مثل قال قال أخذناها في الدرس الماضي قال قال كذلك المفتوح وليس بعده ألف مثل خزائن خزائن كذلك المرتبة الثالثة المضموم صبحا 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 تجد هنا الصاد هنا مضموم صبحا المكسور هنا في قوله صيام الصاد صيام مكسورة صي صيام 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 هنا مكسور تجد هنا مكسورة مكسورة نأتي بعد ذلك إلى يعني تطبيق عملي تطبيق عملي تطبيق عملي على التفخيم والترقيق هنا في قوله نقرأ الآية سنقرأ الآية إن شاء الله ونطبق التفخيم والترقيق على جميع الحروف بحسب حالة كل حرف مع تدوين خمسة حروف مفخمة وخمسة حروف مرققة مبينة وين سبب ذلك نأتي أو نقرأ الآيات كاملة ثم بعد ذلك نستخرج الكلمات المفخمة وكلمة فيها تفخيم ثم بعد ذلك نستخرج حرف مرققة أول شيء نأخذ حروف مرققة ثم بعد ذلك نأخذ حروف مفخمة فالآن نقرأ الآيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بصورة الكهف الحمد لله الذي أنزل وأنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من نفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا بعد قراءة الآيات هنا نستخرج الكلمة التي فيها حرف مبرقق لو أتينا هنا في قولي عز وجل الحمد لله الحمد لله رفض الجلال هنا لله أو نأتي الكتاب هنا نكتب الكتاب هنا الكتاب هناك كلمة أخرى في قولي عز وجل من يعرف أحسنتم هنا أجرا حسنا 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 الكلمة الثالثة من حرف مرققة وإنا لجاعلون لجاعلون كذلك أفواه نكتب أفواههم تكون أوضح هنا أفواههم أفواههم طيب أفواههم رأى الكلمة الرابعة من حرف رققة في قولي عز وجل هنا في قوله سبحانه أنزل أنزل الكلمة الخامسة آثارهم 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 معنا الكلمات الخمسة لو استخرجنا حرف مرقق فيها حرف مرقق أمن يعرف هنا التا أحسنتم التا التا حتى حرف مرقق لماذا ما هو السبب لأن التا من الحروف ترقق دائما لأن التا من الحروف ترقق تائما لأن التا التا الحروف ترقق دائما ترقق دائما من حروف رقدا الحاء أو تقول من حروف الاستفال كلا توجد حروف الاستفال نأتي إلى الحرف هنا من يعني عرفه هنا الحرف رقق أحسنتم الحاء 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 تجد الحاء هنا حرف مرقق حسنة لماذا؟ لأن الحاء من حروف مرأة رقق دائما وكذلك أو تقول من حروف الاستفال من حروف هنا حروف نفس هنا كلام من حروف الاستفال من حروف الاستفال نأتي إلى الحرف الذي يليه أفواء هنا تأتي الواو الواو من حرف التفخم تفخم أو ترقق أحسن ترقق الواو من حروف مرققة من أفواههم الواو حرف مرقق لماذا؟ لأن الواو من حروف الترقق دائما ترقق دائما أو تقول من حروف الاستفال من حروف الاستفال نأتي إلى الكلبة الثائلة الثائلة الذي بعدها من يستخرج لنا الحرف مرقق؟ من يعرف؟ أحسنتم الهمزة هنا الهمزة الهمزة هنا أنزل أنزل تجد الهمزة مرققة السبب كسابقي سبب كسابقي مثلا الهمزة الهمزة من حروف ترقق دائما أو الحروف من حروف الاستفال نأتي إلى حرف كلمة الثالثة من يستخرج الحرف مرقق؟ أحسنتم الثاء آثاري هنا نلوقنا الراء هل هو صحي أم لا غير صحيح؟ صحيح الراء هنا هنا حكمنا الترقق آثاري مرققة لماذا؟ لأن الراء هنا الراء هنا مكسورة فهو ترقق هنا في هذه الحالة ترقق لماذا؟ لأن الراء مكسورة وماذا تقول في السبب؟ لأن الراء هنا في هذه الحالة يعني ترقق لماذا؟ لأنها مكسورة لأنها مكسورة أو من الحروف التي ترقق تارة وتفخم تارة فهذه الراء هنا قد تأتي في حالة مفخمة وقد تأتي في حالة مرققة هذه بالنسبة للحروف مرققة لو استخرجنا بعد ذلك الحروف مفخمة حروف مفخمة هنا حروف مفخمة لو استخرجنا حروف مفخمة من يعرف؟ الحمد لله لأنه يجعله عوجة هنا في قوله عز وجل من يعرف؟ مفخمة ويبشرة 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 هنا ويبشرة 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 هنا حرف بخم هنا من يعرف؟ أحسنتم الراء 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 طيب يقول الكلمة التي تريه بعدها من يعرف؟ هنا حرف مفخمة في قوله عز وجل صعيدا 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 ما هو الحرف مفخمة؟ من يعرف؟ أحسنتم الصاد الصاد صاد كذلك حرف مفخمة كذلك في قوله عز وجل كبرا هنا في قوله عز وجل هنا الصالحات الصالحات ما هو الحرف مفخمة؟ من يعرف؟ أحسنتم الصاد الصاد أو تقول العلف العلف لماذا العلف؟ لأن العلف جور حرف مفخمة الصبح مفخمة العلف أو تقول الألف كذلك حرف مفخمة من يعرف؟ في قوله عز وجل لينذر بأسا شدم لو ماك في قوله عز وجل لينذر كذلك لينذر مفخمة الر هنا لينذر لينذر ها كذلك نأتي إلى المثال أو الكلمة الأخيرة من يعرف؟ في قوله عز وجل أصحاب أصحاب هنا أصحاب أصحاب هنا أراء هنا أراء الصاد هنا الصاد طيب لو أستخرج لو قد السبب ويبشر المؤمنين الراء هنا مفخمة لماذا؟ لأن الراء مفتوحة لأن الراء لأن الراء لأن الراء هنا مفتوحة فأصبحت نرى مفتوحة ويبشر تكون فخمة هنا كذلك الصعيدا الصاء أي مرتبة هنا أي مرتبة هنا الصعيدا مفتوحة مفتوح هنا مفتوح وليس بعده ألف مفتوح لأن الراء هنا الراء أو الصاد لأن الصاد صاد المرتبة المرتبة أي مرتبة الثانية مفتوحة لن يس بعده ألف المرتبة الثانية المفتوح وبدأه الألف كذلك الصالحات الصالحات أي مرتبة هنا الصاد هنا المرتبة الثانية الأولى صاء مفتوح بعده ألف الصالحة مثل قال الصالحات إن الصاد هنا الصاد هنا المرتبة الأولى المرتبة الأولى الأولى لينذر الراء لينذر الراء هنا ما حكمها أحسنتم حكمها التفخيم لماذا؟ لأن الراء مفتوحة لينذر لينذر هنا الراء مفتوحة وحكمها التفخيم لأن الراء هنا حكمها مفتوحة مفتوحة طيب نأتي بعد ذلك ويقولون الصالحات هنا ويبعي لينذر آخر كلمة آخر كلمة أصحاب هنا أصحاب 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 تجدنا الصاد هنا هنا حكمها من يعرف حكمها الصاد ساكنة هنا الحق بها المرتبة الثانية والحق بها الساكن الساكن مثل مختوم مختوم أصحاب المرتبة الثانية والحق بها الساكن بعد الفتح الساكن بعد المفتوح مثل مختوم أصحاب أصحاب ونسجدنا الصاد حكمها هنا لأن الصاد كذلك الصاد من حروف التفخيم من حروف التفخيم ونفخمها وكذلك تقول المرتبة الثانية والحق بالساكن بعد المفتوح بعد أصحاب لأن الصاد قبلها قبلها ساكن مفتوح معا مختوب مرتبة الثانية مرتبة الثانية طيب هذه أمثلة على التفخيم والترقيق وحروف تفخم تارة وترقى تارة وهكذا انتهينا من تطبيق شامل على التفخيم والترقيق وذكرنا أمثلة على ذلك وكذلك ما السبب في التفخيم الكلمات هذه حتى بإذن الله إن شاء الله عند القراءة يجد أو عند كثرة الأمثلة يجد الطالب والطالبة يجد الدرس سهل ويكون بإذن الله إن شاء الله مفهوم وفي الختام نشكركم على حسن استماعكم إلى درس آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته